مقابلة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني مع صحيفة الـ USA تديثارت جدلاً واسعاً على وسائط الاتصال بين النشطاء الموريتانيين بعدما ظهرت المقابلة في صحيفة في بريطانيا باسم Business Folks فتساءل رواد وسائط الاتصال لماذا نشر أجه المواقع التابعة للحكومة ومستشاري وإعلامي القصر الرئاسي أن المقابلة أجريت مع صحيفة الـ USA Today الأمريكية الشهيرة بينما ظهرت المقابلة على صحيفة أو موقع في بريطانيا باسم Business Folks الحقيقة الدقيقة أن المقابلة قامت بها صحيفة الـ Business Focus التي لها شراكة أو ما يطلق عليه Media Partner USA Today بمعنى أنها شريك أو تعمل في إطار الشراكة مع صحيفة الـ USA Today أعتقد الكثيرون أن رئيس الجمهورية والمكتب الإعلامي للرئاسة المسؤول الأول عن كل ما يتعلق بالميديا وخصوصا بما يتعلق بموريتانيا وقعوا في ضحية عملية احتيالية بين مزدوجتين لأن الصحيفة الأمريكية الشهيرة التي تحدث عن هؤلاء على أساس أنها قامت المقابلة مع رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني لم تتحدث على موقعها ولا في عددها الذي نشر بالأمس ونشر اليوم عن أي خبر يتعلق بموريتانيا الصحيفة في تقريرها أجرت مقابلة مع شخصيات على مستوى رفي عدة شخصيات في شأن الموريتاني مديرة مكتب الاستثمارات الموريتاني ووزير الرغمنا وشخصيات أخرى بالإضافة إلى رئيس الجمهورية هذا العدد الكبير من المسؤولين الموريتاني لا يمكن إجراء معاه مقابلة ورصد كل هذه الأخبار المتعلقة بالجانب السياسي والاقتصادي والتنموي إلا في فترة أقلها شهر كامل بمعنى أن فريق الصحيفة أي بيزنس فوكس كان في موريتانيا في مدة شهر كامل لإجراء هذه المقابلة والغريب هو محتوى هذه المقابلة يتحدث عن موريتانيا بصورة منمقة يضعها وكأنها جنة وصفها في عنوان هذا التقرير بواحة السلام المستدامة في عنوان لم نراه في الصحف البريطانية ولا الصحف العالمية الناقدة التي على الأقل إنتت بتقرير تأتي بوجهتين نظر وجهة الموالات ووجهة المعارضة أو على الأقل آراء من الشارع الموريتاني وتسيره للدولة ووصف الشعب الموريتاني على أنه شعب يعيش في رفاه إلى أن وصلت إلى مرحلة التنبؤ باقتصاد موريتانيا في سنة 2024 حيث قالت أنها من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الموريتاني بمعدل 6.8 بمعنى 6.8% خلال العام القادم وما الفائدة من أن يأتي تقرير لا توجد فيه إلا صورة واحدة صورة مغلوطة تماما تضع البلد وكأنه جنة دون الاستناد لأي مصدر دون الاستناد لأي أرقام دون الاستناد لأي تعليل يمكن للقارئ أن يستوعب أنه كلاما يمكن فهمه في إطار الحقيقة ترجمة نانسي قنقر شكرا